شهدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد توقيع بروتوكول تعاون بين جهة شؤون البيئة والجمعية العالمية الأندية اليونز في إطار سعي وزارات البيئة لتعزيز دور المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبعية ومؤجهة أسار التغير المناخية أكدت وزيرة البيئة أن البروتوكول يأتي في إطار الحرص على دعم مبادرات المجتمع المدني ومساندتها لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين كما أوضحت أن التعاون بين الطرفين يتم من خلال تنفيذ الندوات وورش العمل وحملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وأليات تعديل السلوكيات وتغيير أنماط الاستهلاك المؤسرة على الموارد الطبعية وتنفيذ المبادرات والمشروعات التجربية التي ستساهم في التصدي للمشاكل البيئية